السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجدداً والحلقة الاتصالية تحضير خطبه التي ن我觉得ه من الصباح واحدة حتى الأشياء. ما يوجدناها فيه الصباح ، ما يوجدناه فيه الظهور وما بعد ساعه اشتركوا في القناة 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 هنا قسمناها غير لأربعة تقريبا سمحوا لي بعض مرة الفيديو كنا 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 نهضر و كنساء الفيديو الكاميرا لم يأتي بشي يدي كامل غير سمحوا لي و لاي لا بعض مرات و عد أجزاء يأتيوا تحت بكرتشي بالكونا جماعين بكرتشي بالكاميرا نقطعوا لدخون شايدا و بعد عد كندوزب المز تحت منه بهذه الشكل هذا يعني تتقطعوا مع الدوزب المز بشي يسهلوا لكم و بعد كان خارجوا عكس واحدة و سوف يكونوا وكادين و بعد ينزلوا الليوم بنيوس بجاء سهلين في الماكسة دعون اناناس و المنغو و البطيخ و الأنساء صعبين في الماكسة بخير ذلك بشي يكون سهل و السيكولي يكونوا حضارين يكونوا حشين فتصدد كل شيئ سهلين على الماكسة المنغو ينزولوا بشي تحت من هذا الطريق يجب أن يكونوا حل موصف لاتوا تقوم بتقطع الكاغو المربع و يأكلها سوف نقوم بتزيئ جوج في كل بلاتو جوج يتعاد من الأنانس و جوج مانغو في كل بلاتو أريد أن تقوم بلاتو إليه فقط نقوم بتحديد من الأجل بطريقة معينة سهلة البانانة سوف نقوم بلاتو شابر العنبة في طقم نقسم بانانة في النص فتحه الفقه بالموس وخشيه العنبه خطره العنبه ستتوى العنبه كبيره لتتهرس لدقمه العنبه ستتوى الحبه الصغيره ومشيغر هذا الراس تلقى اخر تتحويه و تتحويه وتعمل العنبه و تحويه العنبه و تجنيبه غبل موس بحال العينبه بحال العوينه و تنطفح و في موسى و نخطر حتى أخرى و نضربه بالموس و نقاطعه و نحن نقاطعه و نقاطعه و نقاطعه و نقاطعه و نقاطعه و نقاطعه هذا هو الشكل بالنسبة للفاكهة أخرى قطعناها الخوخ بطيخ العينب الفاكهة أخرى قطعناها وعمرناها في صفحة السويهلة يمكننا القطع المكعبات وكتعمرها من داخل لدينا الخوخ الشهدية قطعناها صغيرة في البيات وعينب في الجوانب وكيوي قطعناها بنفس طريقة تقطع السويهلة يمكنك تشوفوا المانجوع من هذا الجهة وانانس من هذا الجهة يمكننا أن نقصها فى الطباصل جاءت من عند مولاة الحلوى وهو سيدة هي النمرة التي تشوفها في الفيديو يمكنك تعدى تحضير حلوى في الدر و تعدى تحضير حلوى بللوز ومعا في الطعام أو في الشكل يعني ليس هي حلوى التي تبدو منظر فعلا تحضير حلوى الكثير منظر يمكنك تقطعون منظر وطباطل هذه الطباصلات لدينا موضونتيل نضيف الساعة لذلك نضيف الساعة لذلك يمكن أن نفضل ونقوم بإنفذ نحن نضيف لذلك الوضع نضيف نضيف الساعة ونضيف نضيف الخصوص من الأجل الوضع ونضيف كمية تجاجة و كمية. تفضل تجاجات و دخشتها تجاجات تجاجات وجود بسيطة غرفة في غرفة قد تجاجات صغيرة تجاجات تجاجات طويلة تجاجات تجاجات تنجر الأخر مرحلة كلها دورة الصعبة طويلة لا لا اخذ العامرة و قد تغيير طياب تتعامل يجب ان تشطوك ليس كم، يا رڤيكور وزوق و الّواق الشغاء المزيد من بتطبيق من الدوار إنها ساتفت أن تضع جيدة يعني لا نحن كنا بها لطيب بمجميع العائلة، والجيرة.. فطور و الغذائب صحيح في أن نفسك جيدة وكذا في الجائف نحتاجها الى اللظة اقوم بعملها ادعوها نحتاجها وأعدلناها هذا اللظة نحن نفذها انا رجل المزيد انا سوف نرى نحتاج؛ المزيد من التزاف يجب أن نضع لها وضع لها وضع لها هذا هو طنجر الثاني و أتحايد جذي و أتجعله حتى أكثر و سوف يدوز و أتقليه و أحد البلاطون الأولين يقطع يجب أن يكون يمكن أن تتخير و أعرفت كيف أصوره و أرى كيف تتواجون مع السلطنجر و يجب أن تتخير يجب أن يكون مدينة من المنزل يجب أن يكون مدينة من المنزل تحضير التحضيرات يجب أن نزل العروس تحضير التحضيرات نزيل الطفلات نزيل التحضير هنا نزل الحليب وكادوس هذا المطع أقوم بإنفاء الكادوس أحضر المطع يجب أن تشكل هذه المطع أحضر أن تشكل هذه المطع بالنسبة لأخطيبة صغيرة لا يوجد أن تشكله أيضا هذا المطع نزيل العروس نحن نحاول أن نجد هذا المطع والذي نحاول أن نقوم بإنفاء أن يكون كل شيء يبين الماكارون يجب أن نزيل خلص تمره ومورها اللي يجبوا الراجل والحلوة والطرطاء والكادوس للراجل هذا هو التمر هذا هو عدلناه في درجة أنفا مكارون عدنا مع بعض ايطنا تنشف في الفيديو السابق في حلقة الثانية عدلنا مع بعضنا والطرطاء ايجت رائعة كما صارحها عدلنا مزيونا لا في شكل ولا في الطعب والحلوة ديناها هي في بلاطوس شو كيف يجي شكل ليلة حيث بلاطوس صارحة مزيونا بزفع جبني ما يحتاج لازواق لا ورد ولا اشي حاجة وهذا الحليب يجي في هذه السليلة وهذا سني دقص صغير هذا كعادنا فيه في حل دراجة والتوزيعات في حل تذكر من العروسة كتعطي هنا بنيوتات في حل فل والحرف ديه الاسم ديه العروسة والاسم ديه العروس صراحة كيجي منظر مزيونا اختيبة صغيرة ولكن كل شي تبارك الله فيها كيجي رائع هنا يا صفي غادي مدون على الشيو برعه وقوه يتعسل الجيش كيتقلى هنا صفر كالله هاديش كيجي رائع دراجة كيفية ضغفة يبقى أن ننسبة لله بل صراحة موضوع هنا من المطاق الزوء زيتون مقطع شرملاته طباسة الليمون وخواته من داخل لنعمره بالهريسة أول حاجة للحم طروفة أكبرين طبعاً دائماً طروفة أكبرين شوفوا اللحم كيف مع السلو و شوفوا ديك المريقة كيف عملها أعطاها الله صحة زوقناها ببريوات لا تريد أن تطول الفيديو عليكم بريوات صغارين للوزهومة تشيروا خاصة تزوق بهم اللحم و هذا أكاجو نشيرها مرة أخرى لا تبقى كل شيء موجود من الغرفة اللحم نعملها بباركوك و أكاجو و هذه المجنب لتبقى اللحم باين و كل شيء باين أما تبقى الحاجة مع بعض المنظر الحاجة تبقى أنانس بباركوك تبقى ببريوات و باركوك من سمين الجاج نعملنا أربعة جاجات و نعملنا فيها الزيتون و بيت سمين و فرومج و نعملنا فيها الزيتون و زيتون مقطع و الليمونة في النص شوفوا معيات تزيين الأطباق يفجع و ها نعملنا في الحشية و نعملنا في الحشية و نعملنا كذلك يحبكم و نعملنا أفكار و نعملنا أفكار و و تقديم أفكار و نعملنا على طباق يشفق كل جاجة و الليمون سيار و يعملنا أفكار نحن نعجب تقديم للحام ثم نحن نزل طرطة طرطة ثلاجة الحليب والتمار وخويتمات 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 من العروس حتى شربوا الناس حلوة وقاتي نحن نزل هذا لكي لا يكون طرطة لكي لا يكون طرطة لكي لا يكون طرطة لكي جمعنا الدنيا ونقطعنا الطرطة ونقطعنا الطرطة ونقول لكم السلام عليكم وشكرا على المتابعة وعيشتكم من الجو الخطوبة ونقول لنا العروس ومن الله يكمل ومن يكونوا معالبنية كاملة كل محدة اللفاء وعطيها مفنيتها هذه الخطوبة اشاركتها معكم بمراحل كاملة ثلاثة الحلقة كاملة بعض الحاجات تقدروا تستفدوا بعض الأفكار في حال إذا حنا استفدنا باستفد الناس. كنتم مني يكون عجبكم قريغا قلكم مع السلامة.